موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين في برنامجكم الأسبوع بعد رفع الجلسة في حلقة هذا الأسبوع زيارة وفد مجلس الشورى السعودي مؤشر على متانة العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين النواب يطالبون التنسيقية بتعويض المواطنين عن رفع أسعار البنزين والشورى يخص جلسته لمناقشة الخطة الوطنية لنهود المرأة البحرانية توافقت اللجنة الفنية المشتركة بين مجلسي النواب والشورى والحكومة على احتساب دخل رب الأسرة كمعيار توافقي لاستحقاق الدعم ذلك ضمن عشرة مبادئ تم الاتفاق عليها بشكل كلي بين السلطتين على أن تبدأ الحكومة بتقديم تصورها المبدئي لآنية تطبيق الدعم لمناقشته خلال الاجتماع القادم بما يشمل تحديد المستحقين والمبالغ المستحقة وباقي الأمور الفنية المتفق عليها اختتم وفد مجلس الشورى السعودي زيارته للبحرين ولقاءاته برئيسي وأعضاء مجلسي النواب والشورى معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أكد أن العلاقات بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية تنطلق من ثوابت ورؤى مشتركة مشيدا بما تحضى به هذه العلاقة الثنائية المتميزة من رعاية سامية من لدن صاحب الجلال عاهل البلاد المفدة وأخيه خادم الحرمين الشريفين ومن لدن حكومتي المملكتين الرشيدتين وأشار معاليه إلا أن زيارة وفد مجلس الشورى السعودي تعد فرصة لتبادل الخبرات والتجارب على جميع المستويات التشريعية والرقابية منوها معاليه بحجم التنسيق الكبير في مواقف البلدين الشقيقين بشأن القضايا الإقليمية والدولية في مختلف المحافل بدوره أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على أن العلاقات البحرينية السعودية خير نموذج يقتدى به ويدلل على عمق وتجدر الروابط التاريخية وذلك بفضل الرعاية الكريمة التي تحضى بها هذه العلاقات من القيادتين الحكيمتين منوها معاليه بزيارة وفد مجلس الشورى السعودي التي تجسد العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين مؤكدا على أن الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية هي عمق استراتيجي اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وعسكريا بالنسبة لمملكة البحرين طبعا اليوم عقدنا اجتماع كانوا متمر اجتماع رسمي بين الجانبين ناقشنا كثير من الأمور كلها تصبح في مصلحة البحرين والسعودية ونقشنا ايضا الأمور التي على الساحة الدولية والاقليمية خصوصا موضوع الارهاب والتدخلات الشأن الداخلي وموضوع حقوق الإنسان والأمور الاقتصادية الأخرى هذه الزيارة تأتي لتطوير التنسيق والتعاون في المجال التشريعي بين مجلسي الشورى والنواب في البحرين ومجلس الشورى السعودي وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والاقليمية والحقيقة أيضا هذه فرصة للتبادل الخبرات والاستفادة من بعضنا البعض في نقل تجاربنا وتعزيزها التعاون بين المملكة والبحرين هو في كل المجالات وهو تجاوز مسمى التعاون إلى مرحلة التنسيق فجميع اهتمامات الدولتين وأماني الدولتين وما يتعرض له المواطن سواء في المملكة أو في البحرين من جوانب خارجية تؤثر على أمنها وعلى استقرارها هي في نفس الوقت تؤثر على المواطن الآخر في البلد الآخر ناقش مجلس النواب الرسائل الوردة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول الاقتراحات برغبة التي بلغ عدده 20 اقتراحا برغبة وقد شهدت الجلسة مداخلات بين السادة النواب تتعلق ببعض ردود الحكومة حول هذه الاقتراحات من أبرزها المطالبة بضرورة تعويض المواطنين عن الزيادة الأخيرة في أسعر البنزين مداخلات السادة أعضاء مجلس النواب منها ما كان تعليقا على الرد الحكومي ومنها ما كان توصية أو مطالبة أبرز هذه الطلبات ما وجهه أعضاء مجلس للجنة التنسيقية المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي شكلت بتوجيهات ملكية سامية لإعادة هيكلة الدعم لمستحقه من المواطنين ومطالبتها بسرعة الانتهاء من عملها وبضرورة تعويض المواطنين عن الزيادة الأخيرة في أسعر البنزين بأي آلية يتم التوافق بشأنها بين السلطتين كما شهدت الجلسة مداولات حول عدد آخر من الردود الحكومية أبرزها تثبيت قسط الإسكان على المستفيدين وعدم رفع القسط بأي حال من الأحوال وعدم اعتبار عشر سنوات كشرط أساسي للمواطنين في حصولهم على الوحدات الإسكانية في المناطق التي ينتقلون إليها ومن بين الردود الحكومية أيضا ما يتعلق بقيام الحكومة بتوظيف الممرضين والممرضات البحرينيين العاطلين عن العمل وتنظيم وتمديل ساعات العمل وزيادة عدد الأطباء في عيادة الأسنان بالمراكز الصحية بالإضافة إلى قبول جميع موالد شهر ديسمبر للعام الدراسي القادم كما ناقش المجلس الرد الحكومي على ثلاثة أسئلة نيابية اثنان منها موجه لوزير العمل والتنمية الاجتماعية والثالث لوزير شؤون مجلسي الشورى والنواب اشتركوا في القناة كل مدخلات السادة النواب المتعلقة ببعض ردود الحكومة حول الاقتراحات برغبة معي في الاستيديو سعادة السيد عبد الحميد النجار عضو مجلس النواب أهلا بك سعادة النائم طبعا بالبداية يجب أن نعرف المشاهد الكريم ما هو مصطلح الاقتراحات برغبة بسم الله الرحمن الرحيم بداية أتقدم بجزء للشكر إلى تبزون البحرين للاستضافة عملنا العمل المجلس النيابي يتمركز حول التشريع والرقابة نعم التشريع عندنا المقترح برغبة المقترح بصفة مستعجلة المشروع بقانون تأتي هذه المقترحات نتيجة المراقبة من قبل النائب وقرب من المواطن نعم في مشروع الإصلاحي لجلالة الملك هناك يعني مقترحات يجب أن يقوم النائب بتقديمها لتيسير الأمور على الأساد المواطنين تأتي هذه المقترحات المتنوعة خدمة إلى الأساد المواطنين نعم يعني الاختراحات إما أن تكون مقترح في المقترحات إما أن تكون في أصل الدستور أو أن يكون المقترح لخدمات في المناطق يعني في مختلف مناطق البحرين نعم بعد مناقشة هذه المقترحات برغبة ما هي مصير هذه المقترحات المقترحات هذه تأتي بعد جهد جهيد وصولات من ساعة النائب في اللجان تتبلور هذه المقترحات يعني بصياغات معينة في ردود معينة من الحكومة ثم تذهب إلى الجلسة وترفع بعد موافقة المجلس إلى مجلس الشورى ثم يأتينا رد الحكومة على هذه المقترحات بعد أقصى مدة ستة أشهر نعم إذن بعد أن تعرفنا على ما هو المقترح برغبة كانت هناك في الجلسة الأخيرة مناقشة لعشرين مقترح برغبة قبل أن نتعرف على أبرز هذه المقترحات برغبة هناك تنوع نلاحظ أن هناك تنوع في هذه المقترحات برغبة ما قراءتكم لهذا التنوع وأهمية هذا التنوع اليوم في هذه المقترحات؟ حقيقة أنا أشكر أساد النواب الذين يعملون ويكونون قريبين جدا من أساد المواطنين المقترحات هذه من تنوعها أنها خاصة المقترحات الأخيرة هذه لامست جميع الوزارات الخدمية حتى والغير الخدمية على سبيل المثال ديوان الخدمة المدنية ووزارة النفط كان فيه مقترح واحد الإسكان فيه مقترحين الصحة ثلاث مقترحات التجارة والصناعة مقترحين الداخلية مقترحين الخارجية مقترح الكهرباء مقترح التربية مقترح البلديات والأشغال أربع مقترحات وأخيرا العمل والتنمية الاجتماعية كان هناك مقترحين اثنين كل هذه المقترحات تناولها تناولتها الجلسة بنوع من نعم فيها تنوع وكلها تنامس جانب المواطن وأيضا يكون هناك فيه فرق تشريعي تخدم مسيرة جلالة الملك في المشروع الإصلاحي نعم إذن نأتي بالتفصيل في بعض هذه المقترحات بالرغبة وربما نتكلم عن حديث الشارع البحرين وهو بضرورة تعويض المواطنين عن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين كيف تم تناول هذا المقترح بالرغبة خلال مناقشتكم في هذه الجلسة؟ طبعا يعني هذا يعني مرت علينا أزمة أزمة رفع البترول رفع البنزين على المواطنين وإحنا اليوم نعيش فترة ما نحمد عليها يعني شح الموارد ويعني ارتفاع الأسعار في مختلف دول العالم هي أزمة اقتصادية عالمية أزمة اقتصادية عالمية مرت علينا إحنا مثلما مرت على دول مجلس التعاون الخليجي تم رفع البترول على دول مجلس التعاون بما فيهم البحرين الناس عندنا نضجت يعني كان لنا لابد أن يكون لنا موقف مع الشعب نعم إحنا الناس اللي نكون أقرب الناس إلى الشعب كانت لنا وقفة مع الشعب نعم تحديدا كيف تم مناقشة؟ هذه مراقبتنا إحنا إلى الشارع كان فيه هناك مقترح على أساس أنه يكون في دعم للمواطن من خلال البترول ولكن هناك لجنة لجنة الدعم كان الأولى في رد الحكومة بدل من أن يكون هناك يعني الصياغة الدباجة الدباجة اللي كانت في رد الحكومة بالنسبة للوقود للبنزين فإن تغيير الأسعار جاءت أو جاءت متزامنا مع زيادة في الأسعار المحلية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي نعم نعم سعر النائم ولكن من الممكن أن يكون رد الحكومة أن هناك لجنة قائمة يعني ما زال النقاش في هذه اللجنة ولكن اللجنة اتفقت بالأمس هناك بالفعل هناك لجنة وتم الاتفاق بين السلطة التشعية والتنفيذية على عشرة مبادئ من بينها احتساب معيار مقتر دخل الأسرة فلماذا جاء هذا المقترح برغبة مع أن هناك هناك لجنة الرغبة الرغبة هذه كانت قديمة والنتائج اللي عندك هذه كانت بالأمس هذه النتائج بالأمس أما المقترح هذا مقترح قديم وجاء الرد أيضا متأخر نعم علشان تقدمنا بهذا المقترح نعم والرد يعني في رد الحكومة غالبا ما تكون أقرب إلى السلبية من الإيجابية فهذه الردود هذه لم تكن يعني ولكن طبعا قرر أمس أنتم طلبتم بتسريع وطيرة العمل بهذا القرار هذا ما يطالب به أستاذ النواب إذن ننتقل إلى يعني هناك كانت كان هناك أيضا اقتراح برغبة يتعلق بتثبيت قسط الإسكان وعدم رفع القسط في قرارات تطلع من وزارات نعم القرارات هذه قد تكون في صالح الوزارة لكن للأسف تكون مجحفة في حق المواطن هناك يعني لا بد أن نعرف أن هناك اختلاف ما بين الأقصات البيوت القديمة وهناك الأقصات للبيوت الجديدة الأقصات في البيوت الجديدة اليوم جدا مرتفعة والقرار اللي موجود اليوم أن مع الزيادة في راتب المواطن يتم رفع القسط فإحنا طالبنا بمقترح برغبة أن تكون الأقصات ثابتة لأن كل ما تقدم رب الأسرة في حياته تزيد العباء المادية عليه ولكن سعادة النائب لكن كيف يمكن وضع مثل هذا المقترح برغبة على أي أساس هل هناك معايير هل هناك دراسات يقوم بها أستاذ النوى قبل طرح مثل هذه المقترحات برغبة خاصة أنت تطالب أو تطالبون بعدم رفع قسط الإسكان هذه حاجة المواطن نعم نحن نكون قريبين من المواطنين بنقل حاجة المواطن حتى يكون مرتاح ويعطي ويخدم الدولة بأرياحية نطلب له أن يكون القسط الذي يدفعه يكون متناسب مع دخل الشهري نعم ولذلك يعني ما في دولة خليجية عندهم ارتفاع في الأقصات للبيوت الإسكان بازدياد المفوض أن يكون هناك في تدرج في الانحدار اليوم في هذا القرار يكون في تدرج في الارتفاع لأن الرواتب المفروض أن تكون في الارتفاع فهنا في هذا القرار إذا مشينا على حسب القرار أن هناك في تدرج في ارتفاع الأقصات على المواطن نحن نطلب بتثبيت القسط على المواطن نعم إذن ننتقل إلى أيضا وزارة الصحة أيضا حظيت بعدد من الاقتراحات بالرغبة فيما يتعلق بتقريبا توظيف الممرضين البحرينيين واستبدال الأجانب البحرينيين وأيضا زيادة عدد الأطباء في عدد الأسنان في العيادات الصحية هل هناك نقص في الأطباء في عيادات الأسنان وكيف تجاوبت الحكومة مع هذا الاقتراح برغبة اللي نلمسى اليوم أن البحرين بحاجة إلى زيادة مركز صحية زيادة مستشفيات زيادة عيادات زيادة مقاعد علاج الأسنان زيادة الأطباء زيادة الرعاية الصحية هناك في نخص في جميع جوانب البحرين المملكة لم تقصر في خدماتها نعم البحرين أبدا ما قصرت في خدماتها مع مواطنيها إلا أن هل يتناسب حجم العطاء والخدمة اليوم مع الحجم المتزايد من الشعب أبدا ما يتناسب ما هو رد الحكومة رد الحكومة تتعلل بالميزانية تتعلل اليوم الحكومة بأن هذا لم يكن مذكور في برنامج عمل الحكومة مع العلم أننا طالبنا بأن تكون هناك مستشفيات وعيادات ومركز صحية في برنامج عمل الحكومة إلا أن نتمنى نعم أن تكون هناك لجنة مشتركة ما بين الحكومة وبين المجلس التشريعي لتقليص المقترحات إلى حيز التنفيذ يعني هناك مقترحات يعني لو نريد أن تكون في يعني في الأدراج نتمنى أن هذه المقترحات أن يكون يعني أو المقترحات هذه أن ترى النور يعني إذن طبعا في مجلس النواب هناك لجنة لمتابعة ما تم تنفيذهم من برنامج عمل الحكومة ننتقل إلى ما يشغل المواطن اليوم وهو قبول جميع موليد شهر ديسمبر للعام الدراسي القادم كيف تعاملتم مع هذا المقترح برغبة وما رد الحكومة وزارة التربية والتعليم طبعا تفاجأنا نحن بعد بهذا القرار مثل ما يعني أيضا كثير من الناس وخاصة الناس اللي يعانون تفاجأوا ويعني صار فيه عبء مادي وإرهاق يعني على الأسر نعم أن وزارة التربية لم تقبل بهذه الأعمار وأجلتهم سنة نعم الناس اليوم في الدول الثانية يعني تتبنى التعليم كمرحلة استراتيجية في حياتهم والنضوج يكون قبل السنة الست سنوات إلا أن يعني نشوف اليوم التأخير والقرار هذا صادر أن يقبل بعد هذا العمر بعد شهر يعني ديسمبر يعني كان فيه اتحاف له نعم لكن كما لاحظنا بأن وزارة التربية والتعليم قالت بأن هناك مشكلة لوجستية وأنها سوف تقوم ببناء مزيد من الصفوف لاستيعاب مثل هذه هذه الأعداد من المواليد مواليد شهر ديسمبر نعم هذا دور اللي سلمت الخطط اللي فيه وزارة التربية نعم المفروض أن عندهم هما يعني في الرياضة الأطفال كم عندنا كم رح نستوعب المرحلة القادمة في ناس مو مسجلين في الرياضة الأطفال احنا بحاجة إلى كم مدرسة احنا بحاجة إلى كم مدرسة ابتدائية كم مدرسة ذكور إناث وإحنا عندنا دعم خليجي للبنية التحتية لبناء المدارس أيضا أقولك أن الحكم ما قصرت لكن حجم العطاء لا يتناسب مع الكم الموجود نعم إذن هذه الاقتراحات برغبة هي شكل من أشكال الديمقراطية وهناك حلقة توصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشعية لمعرفة احتياجات المواطن وأيضا مضالبات أستاذ النواب إذن كان معي في الستيديو سعدة سيد عبد الحميد النجار عضو مجلس أنواب شكرا جزيلا لك شكرا 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 جزيلا لك 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 يمثل مؤسسة الأهرام برئاسة نقيب الصحرين المصريين رئيس مجلس إدارة الأهرام خلال اللقاء أشار الملة إلى المكانة الخاصة التي تحظى بها مصر لدى البحرين وشعبها والعلاقات المتميزة بين البلدين موضحا أن التشاور لا ينقطع بين القاهرة والمنامة وأضاف أن العلاقات المصرية البحرينية تعد موضجا يحتذى به في علاقات الدول بفضل ما تتمتع به من تناغم وتوافق كما التقى مع علي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بوفد مؤسسة الأهرام الصحفية وأشاد الصالح خلال اللقاء بما يربط مملكة البحرين وشقيقتها جمهورية مصر العربية من علاقات أخوية وثيقة مثمنا في الوقت ذاته مواقف مصر الشقيقة بقيادة الرئيس السيسي وقوفها الدائم إلى جانب مملكة البحرين وأمنها واستقرارها مشيدا في الوقت ذاته بالدورة التي تطلع به مؤسسة الأهرام في إبرازي ودعم القضايا العربية الهمة ترجمة نانسي قنقر موسيقى